موسيقى هلو هاي ما يجد لعنة طمام تقول مين؟ رمي سمير أكيد طبعا فاكرة تكلمني من يومين عشان يعزيني فارور بارتي؟ يعني ايه؟ هو كمان ما هاجر؟ ليه يا جدعان؟ هو في ايه؟ كل شي اللي هتهاجر ولا ايه؟ موسيقى 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 وبعد كل عملية فلوسك هتتحطف حساب بيسباك في بنك اس تي بي فرع من ريت فيسباك موسيقى موسيقى جمال انت هنا ازاي؟ والله انا المفروض اسألك السؤال ده عملي ايه؟ انا تمام تيه اللي جابك انا؟ انا باجي هنا من مبارح يسا انك تظهر شكلك عايز تقولي حاجة اهمة ايه البلد فيها حاجة اهم منك دلوقت الناس ملها السيرة غيرك الدخلية مالوبة وبالعزم متجند ولسه ما هيشوف واخرتها يا جمال وما تسأل نفسك السؤال ده؟ واحنا بنعمل كده ليه؟ واخرتها ايه؟ ما ترد علي مش انت دخلت الجهاز ده قبلية؟ اوامر يا جمال عملنا الاوامر ونفزناها وانت عارف الاوامر ما بتتنقش اوامر وكله لمصلحة البلد ونعمل كل حاجة من غير ما نفكر مش كده؟ قل لي حاجة واحدة بس عملناها في مصلحة البلد قتله خطفه وتفكيره وكله في البلد دي وفي نفس الوقت عايزين يطلع مصلحة لنفس البلد طب قل لي ازاي؟ هو احنا مع النظام؟ ولا ضد النظام يعليه؟ دي حال الدنيا من يوم ربنا خلاها الكلام اللي مصدع بيه نفسك ده عمره ما حيرياحك اللي حيرياحك حاجة واحدة بس انك تنفذ المطلوب منك وبكفاءة وانت بقى مقتنع بالكلام ده حتى لو مقتنعتش حيفيد بيه؟ يا اخي تفهم؟ تعرف مين اللي ورا كل ده؟ او واحد او اثنين او مية واللي كل يوم بزيده ومشاكلهم ضد بعض بتكبر وطلباتهم بتكتر وإحنا ايه؟ بنخدم عليهم؟ ده النظام واللي انت وافقت عليه من الاول وخلاص انتهى ومش هيرجع تانى يا علي انت حر بس انا ما قدرش اقول لا يا اخي ليه؟ ليه؟ انت قلتها؟ شوف جرارك ايه؟ يا علي احنا كنا زباط ومشينا في طريق غلط مش عايب ان احنا نغلط اللي عايب ان احنا نغمي عنينا ونفضل مكملين اختيار يا جمال زي ما انت اخترت اقول لي ساعدك ازاي؟ تفكر في اختيارك مش عشان تساعدني عشان نساعد بعض اختيارك اختيارك اهد على نفسك يا شاول وانت ايه اللي جبك هنا؟ اللي جبك؟ انا هنا من امبارك المخصص وما دللي او ابو العزم يكلفني ليه بالمهمة؟ ما انت عارف؟ ابو العزم يشكه في صواب عينه يلا بينا المكانه قدامك لو عايزت يفتش فتش يا شاولي يا سيدة جميلة ماتك يا فتح؟ ماتكحك تقليل؟ يا أخويا تعرف يا زينات أنت الوحيدة في نسوان الثلاثة اللي بتقول لي يا فتحي ما بقرب تنسى الولايكي ما أنا الأصل يا فتحي طبعاً ربطة وإلا مالوش خير في أصل ومالوش خير في أحب حلوة كلام طالما أنا الأصل يا أخويا مش الأصل ده محتاج يفرع ويتجدر في الأرض علشان زينات قلت مش عايز كرم في الموضوع ده أنا في مية طحونة بالدق في النغة ومش ناقص لو شفتني خلفت من واحدة من نسوان الثلاثة هيبقالك الكلام يا أخيا ما حبب معلقالب إنك تجيبها يلا يشيلوا اسمك واخدمهم لك جوه قلت لق يعني لق أنا مش أخلف وربي وأكبر وتيجي طال قبلاشت أخدهم مني ع quello خصل سيدة أخويا مش عايز أشوفه في حدة تاني خلص يا خلص الحقك عليك ما علش أوك تسعى إلا بقولك إيه هو من الرجل اللي جاءلك النهاردة ده شكله عزيز عليك أول نعم، أنا أحد ما أعرفه أدينا، حبيبي من الزماني، وليه دين كبير في رهبتي دين كبير أوي وأنا كل مرة الحاجة بوب وليه يوم هنكتب لي عمر جديد على ريدنا بس لمزعلني أني قصرت معاه، بس غاز بعدني ونعمل قصرت معاه في إيه يا أخوي؟ شغلانا كده تخص واحد من طرفه، بس تلاوت راعي فيها وبازت، بس تتعبت احنا هنروح من بعض فين، نامي انتي يا أختي نامي، نامي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو إيه؟ شر لكم كده ولا إيه؟ بس هو البناء يادم مننا كده ما بيتعز صغير بعنيه وإنت عنك ورمك من اللي اتعز تابت قطمني فيه بس يا شيخ عب حكمه وأنا أول واحد ولا آخر واحد يجري ورقهم ولي زيهم وأنا إخوة كلهم بيدوروا شغلهم معاهم أرشانا بس اللي مبخد، مكشفت في ملعوبة بلسة علشان ما انتش حويت يا نوح ونيتك مش خالصة جريت لوحدك لا سألت ولا خدت المشورة وقولنا ماشي مضاك على عقد يمص دمك بيه وهو شايفك وانت بتهر عليه؟ انت حر؟ لا وإيه؟ ما ربيه لي حية عندك في البيت تضمن منين إن البنت الرقاصة دي مش هي اللي فتنت وخبصت عليك؟ فيها يا شيخ عب حكم ما قال إخوة ما قالوا لكش ولا إيه؟ الست اللي انت بتتكلم عنها دي مراتي ومنتش مكسوف؟ اتق الله يا شيخ ملعا؟ حتوبها وأخد سوابها ده في إيه بعيزة على الإخوة؟ الإخوة لسة مزعلوة